بعد إغلاق استمر ثلاث سنوات بسبب الاقترابات السياسية والأمنية وجائحة كورونا عاد المتحف الوطني العراقي في بغداد فتح أبوابه لاستقبال الزوار وتوافد سياح أجانب ومواطنون عراقيون لزيارة المتحف الذي يضم آثارا تعود إلى عصر الامبراطورية الأشورية إضافة إلى آثار إسلامية تعود لقرون مضت كانت هناك هجمة شرسة نحو مسخ تاريخ العراق وحضارة العراق من حيث اتلاف الآثار وسرقتها أو فسح المجال لسرقتها وهذا ما هو انعكسه بشكل سلبي على فقدان الكثير من المنجزات الفنية الآثارية والتي لا تعوض بثمثية موروث لسنين آلاف السنين الطوال منجز حضارة أرض وشعب المتحف الذي يمثل واجهة حضارية تكشف عنق تاريخ وادي الرافدين يضم آثارا لا تقدر بثمن تعرض الكثير منها لعمليات نهب وتهريب ممنهجة بعد عام 2003 حيث فقد أكثر من 15 ألف قطعة أثرية وما زال النهب جاريا لغاية الآن عبر عمليات النبش العشوائي التي تقوم بها عصابات التهريب الحقيقة العراق تعرض إلى أكثر من نكسة في مجال الحقل الآثاري الجميع يعلم بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 كيف تعرضت الآثار العراقية في المتحف العراقي إلى السرقة والتهريب وهناك نوع آخر من السرقة هو النبش العشوائي الذي تقوم به عصابات تهريب الآثار من المواقع الآثارية المتشرة في العراق وعلى الرغم من إعلان السلطات الحكومية استعادة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية مهربة إلى الولايات المتحدة وقطع أخرى جرى تهريبها إلى اليابان وهولندا وإيطاليا إلا أن هناك آثار أخرى لم تسترد بعد بعضها ما زال مجهول المكان لدينا هنا قسم السردات وهناك لدينا اتفاقات ثنائية مع الشرطة الامتربول الدولي والشرطة الدولية العربية هنا لمراقبة المزادات تتعافي الآثار العراقية بالإضافة لما يتم القال قبض عليه في المنافذ الحدودية سواء المطارات الدولية عندما تصل هذه المعلومات يتم التسيق مع هيئة الآثار العراقية بعد التدقيق من عاديتها للعراق يتم متابعتها قانونيا ومن ثم فتح القانونات الدبلوماسية لسعادتها للعراق المتحف الوطني العراقي الذي تأسس عام 1926 يمثل مرآة لتاريخ يمتد لآلاف السنين حملته حضارة بلاد ما بين النهرين البلاد التي تتعرض اليوم لعملية تجريف لحاضرها ومستقبلها بالتزامن مع محاولات تمس تاريخها العريق